السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على حبيبنا رسول الله انتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خيال يوم بإذن الله سيقدم لكم كيكة رائعة كتجيزونا بزاف فقط ببيضة واحدة وبتفاح التزين كيف تلاحظو مع واحد المكون اللي غيرتنظفوه لكيعطينا واحد طراوة لهذا الكيك وكيعوض لنا ذاك البيض وكنتحصلوا لكيكة بحجم عائلي ان شاء الله تنال اعجبت لكم واتبعوا معي الفيديو ولا تنسوا اللايك والبرتج مع الاحباب ومع صديقة لكم تعمل فائدة على بركة الله ندوز المقادير والطريقة في نفس الوقت في إناء الخلط نضيف البيضة والبيضة تكون ضروري بحارة الغرفة ورشمن المرحة تصحيح الدوق البيضة ضروري يكون الحجم كبير او متوسط وإذا كانت صغيرة بزاف دير وجوج وكسمعها مرشة سكر الخاشين اي سكر سنيدة ومن الأفضل كتدير السكر سوف نضيف سكر فانيلا بسم الله سوف نضيف بشور ليمونة أو حمضة كبيرة سوف نضيف نضيف القشرة البيضة لكي لا تعطي المرورية سوف نضيف بشور ليمونة ونضيف سوف نضيف سوف نضيف ونضيف هذا المكون خفيف ونضيف البيضة سوف نضيف حليب حليب ونضيف حليب ونضيف حليب 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 سوف نضيف حليب 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 نضيف المترجم سوف نضيف الحليب الذي ضفنا له الحمض هذه هي النتيجة التي نريدها سوف نضيفه للخليط في هذه المرحلة نحاول أن نخلطه بشوية سوف نضيف الدقيق بقليل الدقيق وخمير الحلويات عبرت معكم هنا بالكسندي العنبة نضيف الكأس الأول وهنا يدقيق ضروري يخسكون منخول مرة حتى الجوج لتحصل النتيجة التي تكون ممتازة أو جيدة نضيف الدقيق بالتدريج لا نضيف دفعة واحدة ونضيف إن شاء الله الكأس الثاني لها الاتجاب لنقوم بعمل المستقبل نضيف الكأس الثاني ما نضيف يا مرحلة سوف نضيف الكأس الثاني قبل أن نضيفه الكأس الثاني كيسان في ملعقة كيسان أغلب الأحيان يأخذ 250 جرام أي جوج كيسان ونصف نصف كيسان لكن النوعي يختلف وكذلك الحجم البيض جوج أكياس من خميرة الحلوية بيكين باودر من فئة 8 أو 7 جرام جوج أكياس وكذلك الحلوية من أجل بعد مدخل الكيمية كاملة الدقيق جوج كيسان ونصف كيسان ونصف كيسان ونصف وكذلك الملعقة بلدخل بخلص نخلط الكيمة بلدخل يجب وضع الملعقة بسكارين بلدخل داخل الملعقة بلدخل او مربع الكوكا او مربع الوز كونكاسية او الكوكاو لكن عندما يجعلون هذه الشرائح للتفاح من الأحسن يجعلون المول يكون باستوى 20 سنتيمتر لكيكا عالية بثاف تعطي احد المنيضر الذي هو أحسن هنا لديك تفاحة بعد أن أخذتها جيدة و نقوم بتفاحة من الوسط نقطعها على 4 ثم نقطعها إلى شرائح كيف تلاحظوا و نزينها بهذا الكيكا و نحاول أن الشرائح يكون رقاقين بسم الله سنبدأ في التزين في البداية نضع شرائح من الأطراف نحاول أن نضغره كامل على المول والدورة الثانية تكون القطاع ما بين القطاع الأولى بعد أن نضع القطاع من الأطراف نحاول أن نشكلها لشكل وريضة في الوسط سوف ندخلها الفون الذي يكون سخون من قبل نشعلها من الأسفل حتى الطير ثم نشعلها من الأعلى نحن تضع الحرام بعد أن نضع القطاع من الأطراف تقريباً سوف تخبضوا 45 دقيقة كل حسب الفون كلها سوف تكون هادئة بعد أن نضهن الكيكا بقليل المربا أو نباج أو العسل حسب المتوفر و كنا نضع ملعجة أو الكوكا أو مرمش أو الكوكا حسب المتوفر وحسب المتوفر عندكم وكزيد وتزينوا هاد الاطراف اللي كيكونوا هكا خوية وشوية كنحطوه في الوسط ديك الوريضة وهدا هو الشكل ديالها من بعد ما كملنا الكيك كتجي رائع وزوينا تمنى شاء الله تنال اعجب ديالكم وهدا هو السمك كتلاحظو كتحيد من المول بكل سهولة وخمض الناشر المول اللي كيتفتح يعني غير كتدوز واحد سبوت المول منها من الاسفل كتحاول ترفعوها وكتحطوها في الطبق ديال التقديم بسم الله قد نقطعها لكم باش شفوها كيف كتجي من الداخل كتجي رائع وكتجي معلكة وبنينة اخواتين تمنى شاء الله تجربوها وتدعو لي في التعليق او تصفتو لي تطبيقاتكم عبر الانستغرام او الفيسبوك ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كان نحب بها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله والمتتبعات عبر الفيسبوك ما تنساوش الضغط المتابعة لصفحة باش توصل بكل جديد الوصفات ان شاء الله وهذا هو الشكل ديالها من الداخل كتجي خفيفة وكتجي مقطنة وزوينة ومعلكة في نفس الوقت بديك للشرائح ديال التفاح من الاعلى اتمنى ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم بسم الله وكنشكركم على المتابعة وعلى التعليقات ديالكم لك تحفزني وبرك الله فيكن وما تنسوش البرتج مع الاحباب ومع الصديقة ديالكم دعم الفائدة وكذلك اللايك الفيديو باش توصلوا لأكبر عدد من اللايكات وهذه هي اخواتي خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله وحفظه